وهب حياته لخدمة بلاده الأكثر من نصف قرن وكان بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تحل علينا اليوم الزكرة الأولى لوفاته لتعيد إلى ذاكرة رجلا من أخلص أبناء هذا الوطن وأحد رموزه العسكرية هو للفداء والعطاء رمز خالد لن تغفله أحداث أو تطويه السنون المشير محمد حسين طنطاوي رجل من أخلص أبناء هذا الوطن وأحد رموز العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة بلاده لأكثر من نصف قرن إن شاء الله المنطقة مش هتنتهي ومصر مش هتنتهي ومصر إن شاء الله هتستمر هي شعلة الوطنية والقومية والأمن والأمان في المنطقة المشير محمد حسين طنطاوي بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والتي ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات لتسجل بحروف من نور في التاريخ المصري الحديث ليس هذا فحسب بل كان قائدا ورقل دولة تولى مسئولية إدارة دفة البلاد في فترة عصيبة من تاريخ البلاد عقب الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 ليتصدى بحكمة واقتدار للمخاطر المحضقة التي أحاطت بالوطن ولد المشير محمد حسين طنطاوي في الحدي والثلاثين من أكتوبر من عام 1935 بالقاهرة والتحق بالكلية الحربية ليتخرج منها في الأول من إبريل من عام 1956 تدرج المشير طنطاوي في سلك الضباط بسلاح المشاه في مناصب القيادة على مدار ما يقرب من نصف قرن مارا بقائد فصيلة مشاه في حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 كما شارك في حرب يونيو من عام 1967 قائدا لسرية مشاه وعمل معلم بالكلية الحربية في فترة الستينيات ثم قائدا لكتيبة مشاه في حرب اكتوبر عام 1973 حيث كانت كتيبة صاحبة معركة المزرعة الصينية الشهيرة والتي كبدت فيها العدو خسائر فادحة تقلد المشير محمد حسين طنطاوي العديد من المناصب العسكرية إلى أن أصبح وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة في العشرين من مايو من عام 1991 وبعد مسيرة حافلة بالعطاء رحل المشير طنطاوي عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي والذي يعد رمزا للتضحية والفداء وتكريما لاسمه أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهيكستب العسكرية تقديرا لدوره التاريخي في الحفاظ على تراب الوطن في أصعب الظروف ترجمة نانسي قنقر